بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية للصف الثالث الثانوي كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بداية العصر العباسي عرفنا عصر العباسي خذنا نماذج من الشعر العباسي عرفنا أن هناك أيضا شعراء ينحون الاتجاه القديم هناك أيضا شعراء من المجددين كأبي العلاء وكذلك أيضا في بعض قصائد أبي تمام تحدثنا عن ذلك وعرفنا أيضا البحتري وعرفنا أيضا الأتاهية وأيضا أغلب الشعر اليوم ننتقل القسم الثاني في أقسام النثر العباسي ألا وهو النثر طبعا النثر العباسي ازدهر كذلك مقارنة بالشعر طبعا نحن قبل ذلك عرفنا أن النثر في عصر صدر الإسلام مقارنة بالشعر كان أكبر ثم في العصر الأموي استمر على نفس المنوال ونفس الحال أصل عباسي أصبح متميز بل كثرة النثر وأصبح هناك أيضا كتابات وكتاب ظهروا كثيرة وظهر أيضا أساليب حديثة جدا لأن النثر أسلوب السجع وأسلوب ترسل وغيرها من الأساليب التي التي ظهرت في النثر وسنعرفها وسنعرف أيضا نماذج كثيرة في تلك أيضا ازدهار الترجمة طبعا عصر عباسي هو العصر المليء جدا بالعلوم والفنو الكثيرة والترجمات والتصال ترجمات كثيرة ظهرت من اللغات الفارسية وكذلك اليونانية مشاركوا في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي إذن حديثنا هنا عن نثر العباسي ملامح عامة ثم أسلوب النثر وبعد ذلك فنو النثر ثم سنأخذ نماذج منها من كتاب كليلة ووديمنا طبعا نحن في الوحدة الأولى في الأدب القديم الحديث هنا عن الوحدة الأولى في الأدب القديم طبعا أنتم تعرفون أن الأدب القديم الحديث فيه عن الجزر أول من العصر الجاهلي لما تحدثنا عن التحقيب والحقب وتقسيم تقسيم العصور الأدبية من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث العصر الجاهلي إلى العصر العباسي أو ما بعد العصر العباسي ما يسمى بعصر الدول المستابعة هذا يسمى العصر القديم أو الأدب القديم الأصر الحديث يبدأ من 1200 وسنعرف ذلك تقريبا أو 200 شوي العصر الحديث أو ما يسمى ببداية الأدب الحديث بداية الأدب الحديث والتأريخ الذي قد بدأ منه هنا الأدب القديم الذي يبدأ منه الأدب الجاهلي حتى الأدب أو أصل الدوم مستابعة وما نهاية الأصر العباسي أو ما بعد الأصر العباسي بقليل نحن وصلنا إلى النثر العباسي ثالثاً النثر العباسي طبعاً هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك إظن الدخول ومشاهدة هذا الدرس هنا ملامح عامة عن النثر العباسي بدايةً يعد الأصر العباسي الأول من أزهل عصور تذكرون تقسيم أصر العباسي أول وأصر العباسي ثاني كيف أنه في نظام نزارة الفرس والترك يعد الأسر العباس الأول من أزهل عصورة تطور فيها النثر بشكل ملحوظ وقد امتزجت فيه الثقافات الأجنبية كالفارسية واليونانية والهندية بالعقلية العربية فشكلت عاملا من عوامل ازدهار النثر بالإضافة إلى نمو العلوم العربية والإسلامية وقد استطاع الكتاب أن يطوعوا النثر ويجعلوا منه فنا تجتمع فيه تلك الأداب والعلوم والمعارف فيغدو أدبا جديدا دا طابع خاص ولم يكتفوا بذلك بل حاول معرفة الأسس التي يمكن أن يكون بها الكلام بليغا فكان علم النحو والبلاغة والنقد وصناعة الإنشاء وقد قويت الكتابة بأنواعها المختلفة ومنها الكتابة الأدبية الشمولية والقصص التي ظهرت مترجمة عند ابن المقفع ومؤلفة عند الجاحظ والرسائل الديوانية والمناظرات لاحظ هذه في أنواع الكتابة ظهرت في عصر عباسي والرسائل الديوانية والمناظرات والعهود والوصائل والتوقعات والرسائل ومن أشهر كتاب هذا العصر ابن المقفع والجاحظ وسهل ابن هارون وعمر ابن مسعدة وابراهيم الصولي ومحمد ابن عبد الملك الزيات وأبو حيان التوحيدي هؤلاء كتاب الذين برزوا في هذا العصر في أبرز منامح العصر أسلوب النثر العباسي أثنان أسلوب النثر العباسي النثر العباسي مساران بارزان أبرز المسارة في النثر العباسي أسلوب السجع وأسلوب الترسل طبعا أسلوب السجع حيث مالا لاستخدامه بعض الكتاب ما المقصود بالسجع؟ جميل المقصود بالسجع هو اتفاق الفواصل اتفاق الحروف اتفاق الجمل نهاية كل جملة معنا أن اتفاق الحروف هذا يسمى مسلوب السجع ويكثر منه كتاب مالا لاستخدامه بعض الكتاب حتى أصبح سمة لما يصدر عن الدواوين من رسائل وتوقعات معنا أصبح ملمح بارز لرسائل وتوقعات وخاص من أشهر من برز عنده هذا الأسلوب ابن العميد الذي احتكم إلى السجع وبعض فنون البديع الأخرى في كتاباته ولم يكد ينتهي العصر العباسي الأول حتى ظهر في النثري الاهتمام بالزخارف اللفظية المتمثلة في المحسنات البديعية التي بدأت مقبولة في أول الأمر لقلة التكلف كما عند ابن العميد والصاحب ابن العباد وأبي إسحاق الصابي وبديع الزمان الهمذاني لكن تلك المحسنات سيطرت على أذواق الكتاب منذ ذلك الحين وصارت هدفا لذاتها دون أن تكون وسيلة موسيقية للتعبير عما في النفس من مشاعر وتكلفوا في طلبها وتطبيقها على حساب المعاني والأفكار أصبحت متكلفة مستهجرة لذلك أصبحت غير محببة ومستقبعة أيضا في النص لأنها تطغى على جانب المعنى ويهتم فيها الجانب بالشكل الأسلوب الآخر للنثر أسلوب الترسل وهو أن يأتي الكاتب بكلامه مرسلا دون سجع ويعد من مقفع رائدة هذا الأسلوب حيث تميزت كتابته بالوضوح والإيجاز ثم جاء الجاحذ وتميزت كتابته كذلك بالجدل والاستطرات والتدقيق في اختيار الألفاظ في اختيار الألفاظ وروح الدعابة هذا عند الجاحذ مقصود به أسلوب الترسل لأن يكتب بدون أن يلتزم بمحسنات أو بأسلوب سجع كما كان في الأسلوب الأول هنا بعض النشاطات التعلم هنا نشاط بحثي عد إلى مراجعك بإمكانك هنا أنت وزملائك أو أنت كذلك وزميلاتك بإمكانك العودة إلى ذلك عد إلى مراجعك وعرف السجع السجع هو اتفاق الحروف ما أخذ لغة من سجعة الحمامة إذا أصدرت صوتا رتيبا ونحن بدورينا سنذكر لك بإمكانك العودة للمراجع وإجابة أوذكر رمادج مثلا إن الله حرم عليكم حقوق الأموهات ومنعوهات ووأدى البنات وكره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاءة المال لاحظ اللام هنا وأيضا في الشاطر الأول هنا السجع هو اتفاق الحروف اتفاق الحروف في نهاية كل جملة عرفوا سلوب السجع واذكر أيضا نماذج أنت وزملائك بإمكانكم التعاون مع بعضكم بعض وذكر ذلك هنا أنشطة حوارية لاحظ السؤال الأول أو التدريب الأول لما استقر الأمر لبني العباس وقام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيش ضعفة الخطابة وقوية الكتابة حاول أن تجد تفسينا لضعف الخطابة لماذا ضعفة الخطابة؟ مقارنة بالكتابة لماذا ضعفة الخطابة؟ طبعا لاحظ هنا لما استقر الأمر لبني العباس وقام الموالي بسياسة الدولة لم يعدهم الخلفاء الذين طبعا في أصل الصدر الإسلام كانت خطابة قوية جدا للاحتياج إليه كذلك في أصل بني أمية لما وصل أصل عصر عباسي بدأت خطابة بالضعف لماذا؟ أحسن طبعا هذا دليل أيضا أنه لما قام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيوش أضعف الخطابة لضعف القدرة عليها طبعا هم لم يكنوا عربا يستطيعون الخطب أو أن يأتوا بخطب من تأليفهم أو من عندهم لتعمقهم في اللغة وإنما أصبح ضعيفة إذ وصل الأمر ببعض من ولي الخطابة من الأعاجة من استظهار خطب السابقين أصبحت أغلب الخطبة التي تقال هي استظهار خطب محفوظة ويعيد أيضا ذكرها والخطابة بها هذا الذي أدى إلى ضعف الخطابة واصبحت كلها تكرار لخطب السابقين ولم يستطيعوا أن يؤلف خطبان كما كان في الخلفاء السابقين أيضا أن فنون نثرية أخرى نافستها على مكانتها ظهرت فنون كثيرة في العصر العباسي من ضمنها الكتابة كالكتابة وازدهرت في هذا العصر كثيرا بل عدت حرفة أو أصبحت مهنة للكتابة وأصبح لها كتاب ولها دواوين وما أمين ذلك فأصبحت أيضا طغت على الخطابة طغت على الخطابة وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف الخطابة اثنان لماذا يلجأ الأديب إلى المحسنات البديعية ما المقصود بحسنات تزيين كلام وتحسينه وتنميقه كالسجع والجناس والطباق وغيرها ومتى تكون مستهجنة وغير مستساغة جميل طبعا أن يلجأ الأديب إلى المحسنات البديعية لتحسين كلام لتحسين كلام وإظهاره بطريقة مشوقة لكن إن زادت تكون مستهجنة وغير مستساغة وتكون على حساب المعاني يعني إن طغت فإنها ستكون على حساب المعاني ستكون مستهجنة كما هو الحال في نهاية العصر العباسي الذي أصبحت فيه الاهتمام باللفظ أو بالشكل وترك جانب المعنى لذلك أصبحت مستهجنة ثالثا هنا هجر الشعراء في هذا العصر الألفاظ البدوية الجافة لم تعد هناك ألفاظ بدوية جافة فهل تتوقع أن الكتاب فعلوا شيء نفسه؟ ما رأيكم؟ وما رأيكم؟ هل الكتاب هجروا كذلك الألفاظ البدوية الجافة كما فعل الشعراء؟ جميل أحسنتم طبعا بالتأكيد أنهم فما ينطبق على الشعري ينطبق على النثر سواء في الألفاظ أو في المعاني بل إن الكتابة أصبحت صنعة أصبحت صنعة وهتموا فيها بالمحسنات البدعية وأصبح أيضا لا يأتي كاتب للدووين إلا بشروط معينة ويضا له باع كبير جدا وأصبح كتاب تميزا كبيرا جدا خاصة في الرسائل والتوقيات هنا فنون النثر العباسي ونماذج منها هذا الرقم الثلاثة طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكاننا كذلك الدخول ومشاهدة هذا الدرس فنون النثر العباسي أولا أو ألف الكتابة الأدبية الشمولية طبعا هناك كتاب يعني لكثرة علومهم لهم كتابات شاملة يعني معنا أنه يكتب في أكثر من علم أو أكثر من فن أصبح الأدب في هذا العهد شاملا لجميع المعارف التي يتحل بها الإنسان وأصبح الأديب وخزانة للعلم والثقافة لهذا اتجه إلى التأليف في الفنون والقصص والأخبار والتاريخ والحكمة والنقد والنظريات في الفنون والعلوم وقد استبغت تلك المؤلفات بالسبغة الشمول والتنوع والاستطرات ومن هؤلاء معنا أنه كتاب الشمولي الذي يكتب في كل شيء أو يكتب في أغلب الفنون عبدالله بن المقفع 106 وتوفي 142 فارسي الأصل أتقن العربية وطار صيته في الكتابه من أشهر كتبه كليله ودمنه طبعا كليله دمنه ترجمه ابن المقفع من الفارسية إلى العربية وهو في الأصل مترجم إلى الفارسية قيل من اللغة الهندية إلى الفارسية أما مضمنه في حكمة في ثوب خرافة هذا كليله دمنه حكى فيها قصصا على لسنة البهايم والطير تدور حول نوازع الحياة في شتى مناحيها ولنا أيضا نموذج سنأتي إليه بإذن الله ففيه أدب الملوك وأدب الرعية وأدب النفس وأدب الصداقة وتضمن فلسفة أخلاقية ودروسا تشريعية كتاب آخر أو كتابان هنا الأدب الكبير والصغير وهما كتابان صغيران في الحكمة أيضا لابن المقفع الأدب الصغير والأدب الكبير الجاحض أيضا من أصحاب الكتابة الشمولية هنا وهو طبعا 159 إلى 255 وهو عمر بن بحر الملقب بالجاحض أكب على طلب العلمي في الكتاتيب ودور الوراقين ومجالس العلماء وكانت كتبه في موضوعات شتى في الفلسفة والاجتماعي والديني والقصص ويقال أن إنها تجاوزت 300 كتاب لم يصل منها إلى القليل أما أشهر كتبه فهي الحيوان الكتاب للجاحض وهو كتاب علم وأدب جمعه من كتب أرستو وأشعار العرب في الحيوان وخبرته وتجاربه الشخصية وهو علم في لباس أدب ففيه من العلم التحري والشك والمقارنة وفيه من الأدب قصص واستطراد وجد وهزل وتشويق وفيه نزعة جاحضية من خفة الروح والدعابة والدقة وتخير الألفاظ والعبارة الحية القصيرة المتوثبة كتابه الآخر البخلاء وهو كتاب انتهج فيه سبيل القصص والفكاهة والتهكم فيه الكثير من الخبرات الاجتماعية والاقتصادية وخصائص النفس البشري أيضا له كتاب البيان والتبيين وهو ثاني أهم كتب الجاحض بعد كتابه الحيوان ويتضمن مختارات من الأعمال الأدبية تحدث فيه عن مفهوم البيان وأنواعه وآفات اللسان والبلاغة والفصاحة والخطابة وطبقات الشعراء وأصل اللغة وقيمة الشعر ثالثا من الكتاب أيضا أبو الفرج رصفهاني مائتين واربع وثمانين وثلاثمائة وستة وخمسين صاحب كتاب الأغاني وهو كتاب موسوعي طبعا كتاب الأغاني موسوع موسوعي في الأدب والتاريخ وأحد أهم المصادر الأدبية تتبع فيه أبو الفرج حركة الغناء العربي وترجم للشعراء والمغنين ووصف القصور وما فيها من فنون وآداب كما حفل الكتاب بالأخبار والنوادر والآراء الأدبية والنقدية والفكاهات والأقاصيص التاريخية المليئة بالحياة وتميز أسلوبه بالروعة في التعبير وحسن التجسيد والواقعية هذا أبو الفرج الأصفهاني ومن هؤلاء أيضا من الكتاب ابن قتيبة في كتبه عيون الأخبار وأدب الكاتب والشعر والشعراء كذلك وأبو العباس المبرد في كتابه الكامل وأبو بكر الصولي في كتابه أدب الكاتب وكذلك الثعالبي في كتبه يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر ولطائف المعارف وكتاب الأمثال هنا في الكتابة الهدبية الشمولية بقى القصة القصص فن شديد الانتشار في الأداب العالمية والتراث القصصي العربي دليل علامين العربي الفطري إلى هذا النوع من الأدب وقد نشأت القصة العربية نشوءا طبيعيا وكانت أخبارا وأسمارا تدور حول المآثير والأيام ثم اشتهر القصص الديني للوعظ والإرشاد واختلطت مصادر القصص الديني وتنوعت بين القرآن الكريم والحديث النبوي والأساطير أما في العهد العباسي فقد استمر القصص في انتشاره وشيوعه ذلك لشيوع الترف والرخاء ولا يظهر إلا مع شيوع الترف والرخاء وكثرت القصاصين وانصراف الناس إلى هذا اللون من التسلية ومن أنماط القصص التي عرفها العصر العباسي القصص الاجتماعي الأدبي كما في بخلاء الجاحض وقصص أيضا الأخلاق كما في حكايات كليلة ودمنة لبل المقفة كما عرف أو عرف في هذا العصر السير والروايات الشعبية مثل سيرة عن تره بن شداد وقصص ألف ليلة وليلة هذا نموذج عندنا من كتاب كليلة ودمنة لبل المقفة المترجم من الأدب الفارسي طبعا هو حكمة كما قلنا في ثوب خرافة طبعا حكمة يعني معنا كأنها رسائل للملك وكيف أدب الملوك وأدب الرأية ولكنها في ثوب خرافة على ألسنة الحيوانات النص قال دمنة للملك بن قوسين الأسد أرى الملك قد أقام في مكان واحد لا يبرح منه فما سبب ذلك؟ فبينما هما في هذا الحديث إذ خار شتربة بن قوسين الثور خوارا شديدا فهيج الأسد وكره أن يخبر دمنة بما ناله وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وهيبة فسأله هل راب الملك سماع هذا الصوت؟ قال لم يربني شيء سوى ذلك قال دمنة ليس بحقيق أن يدع الملك مكانه وقد قالت العلماء إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبة قال الأسد وما مثل ذلك؟ قال دمنة زعموا أن ثعلبا أتى أجمة فيها طبل معلق على شجرة وكلما هبت الريح على قضبان تلك الشجرة حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوته فلما أتاه وجده ضخما فأيقن في نفسه بكثرة الشحم واللحم فعالجه حتى شقه فلما رآه أجوف لا شيء فيه قال لا أدري لعل أفشل الأشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه حتى آتيه ببيان هذا الصوت فوافق الأسد فانطلق دمنة إلى المكان الذي فيه شتربة فلما فصل دمنة من عندي الأسد فكر الأسد في أمره وندم على إرسال دمنة حيث أرسله وقال في نفسه ما أصبت في ائتماني دمنة وقد كان ببابي مطروحا وقد أبطلت حقوقه من غير جرم منه أو كان يرجو شيئا يضر الملك وله منه نفع فليس السلطان بحقيق أن يعجل بالاسترسال إليه وثقة به والائتمان به والائتمان له ثم قام بمكانه فمشى غير بعيد فبصر بدمنة مقبلا نحوه فطابت نفسه بذلك ودخل دمنة على الأسد فقال ماذا رأيت قال رأيت ثورا هو صاحب الخوار والصوت الذي سمعته قال الأسد فما قوته قال لا شوكة له وقد حاورته محاورة الأكفاء محاورة الأكفاء فلم يستطع لي شيئا قال الأسد لا يغرن كذلك منه فإن الريحة الشديدة لا تعبأ بضعف الحشيش لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر حكمة لكن في ثوب خرافة على ألسنات الحيوانات هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين